موسيقى لكن مع مرور الوقت بدأت ظهرة الألترس داتها طبعاً لها ظهرت في 2007 تقريباً بعد كده بدأت تأخذ منحنى آخر وأنا بحمل برضو الإعلام جزء أو خصوصاً الإعلام التلفزيون بحمله جزء من المسئولية في إظهار أو في من خلال التركيز هم كان طبعاً الإعلام ده كان عن غير قصد كان هو يعني بيبين إن بيركز على الجمهور ده ألترس الأهلاوي ألترس زملكاوي ويت نايتس مش عارف الاتحاد جريد إيجيلز برضو جماهير بورسعيد الكلام ده كله فبقى هم جمهور اتنجم يعني هذه الروابط اتنجمت يعني أصبحوا نجوم وهم اعتبر بقى نفسهم إن هم نجوم إن هم لدرجة وصلت إلى حد الوصاية على الإعلام على الإعلام الرياضي يعني أصبحوا أوصياء على الرياضة المصرية لدرجة هم تخيلوا كده إن هم ممكن يبقوا أوصياء على الرياضة المصرية وعلى كرة القدم وهم أصحاب قرار كويس فطبعا ده كلام يعني كلام مرفوض يعني إحنا قلنا بنرفضه فدخلت بعد كده اللي هي اللي شفنا إن وصلوا بقى لحد إن ابتدى في ناس تدخل وسطيهم ومسؤولين في إدارات الأندية إبتدوا يدخلوا معاهم ويمولوهم لأن تعرف الدخلات دي بتتكلف عشرات الألوف من البنيات توصل لمئات الألوف من البنيات طبعا التمويل ده كان بيعملوا ناس من خلف استطار ومن إدارات الأندية من بعض الأندية في الأهلي وفي الزمالك لا والتمويل ده ظهر لما النادي الأهلي في آخر أبضى على مجموعة من ألتراس بعد المحام العام بتاع النادي الأهلي للدفاع عنه ومخروجه من صراعي النيابة لا لا مفيش مشكلة إن النادي الأهلي ده طبعا من واجب النادي الأهلي يعني يدافع عن جمهوره بس ما دافعش عن الغلط لا لكن ما دافعش عن الغلط بس ظهر نعمل كل هذه الأحداث اللي إحنا غير رضينا عنها وبنستنكلا وبنرفضها حراك شاف إن هل الألتراس اللي هم اللي لهم الحق الأول في الدفاع عن الضحايا بورسعيد؟ يا سيد الفاضل ده ده قضية ليست قضية الألتراس وحدهم ده قضية البلد كلها يعني انت دي المسبحة بتاع بورسعيد يعني دي قضية مصر كلها يعني مين كان يعني يرضى أو كان يوافق أو كان يتقبل مثل هذه المسبحة محدش يتقبل هذه المسبحة دي مسبحة يعني مين يرضى إن حد يموت؟ بقى مصرف النظر عن مين هو؟ هو جمهور ولا مواطن عادي ولا؟ حد يرضى إن حد يموت؟ لا يعني أنا بقولك لكن القصة كلها إن هؤلاء خرجوا عن الإطار الصح انت جمهور دورك مشجع دورك إن انت تحضر في الملعب تقعد محترم وتشجع باحترام بيطلعش لا لفظ سيء ولا اعتداء على لاعب ولا على إقداري وعلى المدرب وعلى الجمهور الأخر ولا كمان الألفاظ واللافتات الموسيقى برضو دي كمان كانت مرفوضة فإذا أن انت هم انحرفوا يعني أنا عايز أقول انحرفوا عن المصاري التضيعي لدورهم كجمهور كويس؟ يعني أنت بتشوف الدور الإنجليزي وتشوف الدور الدولات المحترمة بتبقى كأنك قاعد في مصرح انت تشوف المنظر حتى كمان الناس قاعدة محترمة يعني فريق مغلوب وبيسقفوله كويس؟ لكن انت دورهم كمان دخلوا في السياسة برضو من ضمن الأخطاء القاتلة للألتراز والويت نايتس وغيرهم ان هم بدأوا يدخلوا في السياسة يعني انت آه صحيح اننا بنقولوا ان هم مواطنين ولهم الحق ان هم في التظاهر والكلام ده وكان ليهم دور في صورة 25 يناير والكلام ده كله لكن ده يعني ما ينفعش انك انت تستغل او تدخل الرياضة في السياسة يعني دي حاجة ودي حاجة لكن انت تستغل يعني أنا بشوف دلوقتي في المظاهرات بتاعت الإخوان بشوف ان ألتراز ويت نايتس والألتراز أهلاوي هم بيتصدروا هذه المظاهرات وده باين من الطريقة طريقة اطلاق الشماريخ السواريخ الكلام ده كله طريقة مواجهة الشرطة المواجهة العلنية والتحدي السافر للشرطة فيه بينه وبين الشرطة طار بايت يعني الشرطة أسائت ليهم في بعض الفترات في بعض السنوات لكن ده مش معناه ان انا يعني افضل انتقم منهم على طول الخط يعني كمان مش افضل كل مباراة وكل حدث رياضي يعني استفزهم وانتقم منهم ما ينفعش يعني لازم كمان برضو ده من جانب من جانب الآخر ان هي الأندية مسؤولة عنه يعني الأندية لا تتحور مع الناس دي وليست لها سيطرة عليهم يعني طالما ان انت خلاص ان انت استخدمتهم هيجوا في يوم هما ينقلب عليك يعني يقولك ينقلب السحر على الايه على الساحر وده اللي حصل في الناس الأهلي ها وده اللي انقلبوا يعني هما ما انقلبوا على حسن حمده انقلبوا على مجلس الأهلي وفي الزمالك انقلبوا على ممدوح عباس فإذا انت يعني دي مش دي طريقة التعامل مع الجماهير دور الدولة ايه بقى قانون لازم فيه تشريعات رياضية تحكم العلاقة بين عناصر اللعبة وخصوصا الجماهير القانون انا شايف ان فيه قانون شغب الملاعب اللي هو بيسموه قانون سلامة وامن الملاعب هذا القانون لابد ان هو يصدر باقصى سرعة كويس ليه لان هو القانون ده وتفعيله كمان يعني الاهم من صدور القانون تفعيل القانون فإذا عشان انا لاي واحد مشاغب يمنع من دخول الملعب مهما كان اسمه طبعا هو بقى معروف الاسماء الصورة والاسم والصورة يتعلق في مكان ظهر كده في الاستداد في الملعب كلها هذا الشخص غير مرغوب فيه يعني زي ما انت عارف الكلام يعني مطلوب للعدالة فإذا ده بيمنع من دخول أي ملعب في مصر كويس بقى 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 متفاوتة يعني فيه واحد بيتمنع سنة وفيه واحد بيتمنع سنتين وفيه واحد يتمنع للأبد يعني الواحد اللي يستخدم العنف ده يتمنع للأبد لكن واحد عمل اشارة واحد عمل مش عارف ايه اتكلم كلمة لكن اللي يحاول ان هو يقتل وحاول يضلب ويحاول يخرب العقوبات انواء العقوبات حسب الجريمة اللي هو بيرتكبه طب حرك دلوقت شايف طبعا بعد ما احنا كنا منطلب عودة الجماهير للملاعب بعد الحدث بتاع السبر الافريكي هل هنشوف انا ارفض حتة ان انا اتخذ هذا الموضوع ذريعة لعدم حضور الجماهير او عدم عودة الجماهير لا بالعكس ده انا المفروض اصمم على عودة الجماهير وامنع المشاخبين وهم معروفين هي القضية ان هي مهمة معروفين يعني انت هو فيش الالترس بس الجمهور الكرة في مصر وفي منهم ناس كتير جدا محترمين ومش موافقين على التصرفات بتاعتهم يبقى اذا الناس اللي هم القيادات بتاعتهم اللي بتعمل الشغب واللي هم معروفين امنحهم من الدخول ودخل الباقي يبقى اذا هنا مش معنى ان هما حصل حدثة يبقى انا الغي الحضور الجماهيري لا قلط لا بالعكس لا انا اصمم على دخول الجماهير وفي نفس الوقت امنع المشاجبين هل حضر روابط الالترس من عن طريق الدولة ممكن يحل الازمة؟ لا لا يعني ما انا بقولك او انت بالعكس انت ترشد انت المفروض تبحث تقنن دور الروابط دي في القانون الروابط دي لازم تشهر ولازم يتعرف لها مجالس ادارات منتخبة وتبقى معروفة عشان يتحاسب طب انت هتحاسب مين؟ يعني انت ما يحصل تجاوزات من هؤلاء الجماهير تحاسب مين؟ لكن انت في ربطة النادي الاهلي لازم تشهر هيبقى القانون ينظم عملية نشهر الروابط دي بطريقة رسمية بحيث ان الروابط دي تحاسب رسميا يعني حضرتك محل الروابط دي ولا مع تقنين اوضحها؟ لا تقنين اوضحها لا حل لا اسمها لم يفعش تحلها دول شباب وفيهم ناس كويسين جدا مين المسؤول عن الروابط دي ما احنا؟ ما انا بقولك بقى تقنين ما هو تقنين دورها بقى تقنين القانون لما يطلع اقيد القانون الجديد بتاع الرياضة هيقنن دور الروابط دي قنن وجودها لان هي كده كيانات عشوائية كيانات عشوائية ما انا بقولك هلامية لما تيجي تقوله يعني يقولك لا احنا ملناش رئيس لا احنا كده عايزين تحبسونا حبسونا كلنا لا مفيش حاجة اسمها حبسونا كلنا انت ما يبقى فيه تقنين ومعروف الرابطة دي ترابطة النادي الاهلي بيطلع لها مثلا قانون والقانون بقى بينظم عاملها ان الروابط دي تشهر مثلا تشهر من وزارة الرياضة تشهر من الشؤون الاجتماعية تشهر من اي جهة ولها برضو زي الجامعات الاهلية بيتكون من مجلس ادارة والمجلس ادارة ده بينتخب كل اربع سنين وكده بحيث ان انا ما يحصل خطأ يبقى جيب انا مجلس الادارة تعال يا حبيب انت من اللي غلط حتل اللي غلط ها انت الامة بقى فيه اجراءات قانونية ضد مجلس الادارة ضد يعني زي ما هو المؤسسات احنا يعني زي ما نقول حاجتين مهمين جدا دولة المؤسسات وتطبيق القانون بس لو انت عملت دول خلاص كل هيبقى تحت السيطرة طب فيه كلام ان جماعة الاخوان توغلت في السنة اللي فاتت دي في رابط المشجعين دي طبعا طبعا استخدرتهم ما هو هشوف هقولك حاجة هم الولاد دول مش جزء من المجتمع جزء من المجتمع فيهم اللي بيمتعاطف مع الاخوان وفيهم الابن اخواني وفيهم فطبعا انت مش هتقدر تبعد الموضوع ده ده شيء طبيعي لكن هم بقى يستخدموا بإصارة الشغب وإصارة الرعب في الناس وقطع الطرق والكلام ده هذا الكلام مرفوض تماما 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 ترجمة نانسي قنقر